معركة أبي قير البحرية التي وقعت في الأول والثاني من أغسطس عام 1798 كانت جزءاً من الحروب النابليونية وهي معركة بحرية مهمة بين الأسطولين البريطاني والفرنسي هذه المعركة كانت نتيجة لتشابك عدة عوامل سياسية وعسكرية واستراتيجية وفيما يلي الأسباب الرئيسية لهذه المعركة الحملة الفرنسية على مصر في عام 1798 قاد نابليون بونابرت حملة عسكرية إلى مصر بهدف السيطرة على الشرق الأوسط وقطع طريق بريطانيا إلى الهند كان الهدف الرئيسي من هذه الحملة هو تعطيل التجارة البريطانية مع الهند وتعزيز النفوذ الفرنسي في المنطقة سيطرة فرنسا على مصر كانت ستمثل تهديداً كبيراً للمصالح البريطانية في البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط السيطرة على البحر الأبيض المتوسط البحرية البريطانية كانت تسعى للحفاظ على سيطرتها في البحر الأبيض المتوسط ومنع أي تهديدات فرنسية لمصالحها البحرية كانت بريطانيا تدرك أن سيطرة فرنسا على مصر ستجعلها قادرة على تهديد الطرق التجارية والمستعمرات البريطانية في الهند والشرق الأوسط لذلك كان من الضروري تدمير الأسطول الفرنسي لمنع هذا التهديد نابليون بونابرت كان يهدف إلى توسيع نفوذ فرنسا في الشرق الأوسط واستخدام مصر كقاعدة لشن هجمات ضد الممتلكات البريطانية في الهند بونابرت كان يأمل أن يتمكن من استخدام مصر كنقطة انطلاق لغزو الهند والسيطرة على المستعمرات البريطانية مما سيعزز مكانته ويضعف بريطانيا الأسطول الفرنسي بقيادة الأدميرال فرانسوا برويس تمركز في خليج أبي قير بالقرب من الإسكندرية بهدف حماية القوات الفرنسية في مصر وتأمين خطوط الإمداد من ناحية أخرى البحرية البريطانية بقيادة الأدميرال هوراشيو نيلسون كانت تبحث عن الفرصة المناسبة لمهاجمة الأسطول الفرنسي وتدميره لتحقيق الهيمنة البحرية وضمان عدم تعزيز القوات الفرنسية في مصر التوترات الأوروبية والتحالفات في ذلك الوقت كانت أوروبا تعيش في حالة من التوتر والتحالفات المتغيرة باستمرار كانت بريطانيا وفرنسا في حالة حرب وكانت كل منهما تسعى لتعزيز قوتها ونفوذها في مختلف المناطق معركة أبي قير كانت جزءا من الصراع الأوسع بين القوتين العظميين في تلك الفترة حيث كان لكل منهما أهدافه ومصالحه التي يسعى لتحقيقها على حساب الآخر يمكن تلخيص أسباب معركة أبي قير البحرية بأنها كانت نتيجة للحملة الفرنسية على مصر ومحاولة نابليون بونابيرت تعزيز نفوذ فرنسا في الشرق الأوسط وتعطيل التجارة البريطانية مع الهند البحرية البريطانية كانت تسعى للحفاظ على سيطرتها في البحر الأبيض المتوسط ومنع أي تهديدات فرنسية لمصالحها التوترات الأوروبية والتحالفات المتغيرة كانت أيضا عاملا مؤثرا في تصاعد الأحداث وصولا إلى هذه المعركة الحاسمة معركة أبي قير البحرية كانت معركة استراتيجية حاسمة بين قوتين عظميين حيث كانت لكل منهما أهدافها ومصالحها التي حاولت تحقيقها من خلال هذه المواجهة البحرية المهمة دارت المعركة بين الأسطول البريطاني بقيادة الأدميرال هوراشيو نيلسون والأسطول الفرنسي بقيادة الأدميرال فرانسوا برويس قبالة ساحل خليج أبي قير بالقرب من الإسكندرية إليكم تفاصيل أحداث هذه المعركة الملحمية اكتشاف الأسطول الفرنسي في أواخر شهر يوليو علم الأدميرال نيلسون أن الأسطول الفرنسي قد رس في خليج أبي قير كان الأسطول الفرنسي يتكون من ثلاثة عشر سفينة حربية من بينها سفينة القيادة لورينتال وصلت السفن البريطانية إلى خليج أبي قير مساء الأول من أغسطس وبعد استطلاع سريع قرر نيلسون الهجوم الفوري على الفرنسيين بدء الهجوم بدأت المعركة حوالي الساعة السادسة والنصف مساء في الأول من أغسطس قرر نيلسون المعروف بتكتيكاته الجريئة أن يهاجم الأسطول الفرنسي من الجانبين مستفيدا من حقيقة أن السفن الفرنسية كانت راسية بشكل دفاعي داخل الخليج قاد نيلسون سفنه عبر المياه الضحلة بين الأسطول الفرنسي والشاطئ مما مكنه من الهجوم من جهة غير متوقعة الهجوم الأولي تقدمت السفن البريطانية نحو السفن الفرنسية وبدأت المعركة بضربات مدفعية كثيفة ركزت السفن البريطانية هجماتها على السفن الفرنسية الكبيرة أولا محاولين تدميرها أو إحداث أضرار كبيرة فيها السفن البريطانية كانت مجهزة ومدربة بشكل جيد مما أعطاها الأفضلية في المعركة اجتداد المعركة مع تقدم الليل اجتدت المعركة وأصبحت أكثر ضراوة السفنة البريطانية فانغارد التي كانت سفنة نيلسون هاجمت السفنة الفرنسية سبارتان بينما قامت السفن البريطانية الأخرى بمهاجمة السفن الفرنسية على طول الخط حاول الفرنسيون الدفاع عن مواقعهم لكن الهجوم البريطاني كان منظما وفعالا للغاية انفجار لورين تال أحد أبرز الأحداث في المعركة كان انفجار السفنة الفرنسية لورين تال في وقت متأخر من الليل أصيبت لورين تال بعدة ضربات مباشرة من السفن البريطانية مما أدى إلى اشتعال النيران فيها في حوالي الساعة العاشرة مساءً انفجرت لورين تال بانفجار هائل مما أدى إلى مقتل الأدميرال برويس وعدد كبير من البحارة الفرنسيين كان هذا الانفجار نقطة تحول رئيسية في المعركة حيث أضعف معنويات الفرنسيين بشكل كبير استمرت المعركة طوال الليل وحتى صباح الثاني من أغسطس بحلول الفجر كان الأسطول الفرنسي قد دمر بشكل كبير تم تدمير أو الاستيلاء على إحدى عشرة سفينة من السفن الفرنسية الثلاثة عشر بينما تمكنت سفينتان فقط من الهروب نيلسون الذي أصيب بجروح خلال المعركة قاد قواته إلى نصر ساحق النتائج والتداعيات كان الانتصار نيلسون في معركة أبيقير البحرية تأثير كبير على مسار الحروب النابليونية دمرت البحرية البريطانية الأسطول الفرنسي في البحر الأبيض المتوسط مما قطع خطوط الإمداد والاتصال الفرنسي في مصر هذا النصر جعل من الصعب على نابليون بونابرت تعزيز قواته في مصر مما ساهم في تدهور موقفه العسكري في المنطقة كما عززت المعركة سمعة نيلسون كواحد من أعظم القادة البحريين في التاريخ معركة أبيقير البحرية لم تكن مجرد مواجهة عسكرية بل كانت نقطة تحول في التاريخ العسكري والسياسي لأوروبا أظهرت قوة البحرية البريطانية وأهمية الاستراتيجيات الجريئة في تحقيق النصر نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الرحلة التاريخية لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناتنا لمزيد من المحتوى التاريخي المثير شكراً لكم على المشاهدة ونراكم في الفيديو القادم